اهلا بكم عقدة اللجنة الوزارية للحكومة الالكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها السادس مؤخرا عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والرؤساء التنفيذيين والمدراء العاميين للحكومات الالكترونية بدول المجلس حيث تم في هذا الاجتماع تدشين منصة تحليل البرمجيات الخبيثة الخاصة بالأمن السبراني وهو مشروع خليجي مشترك أعدته لجنة المراكز الوطنية للاستجابة لطوارئ الحاسبات لدول مجلس التعاون وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في استوديو البرنامج الدكتور خالد منطاوعة مدير إدارة الحوكمة والبنى المؤسسية بهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام وباسمكم مرحب بضيفي الكريم الدكتور خالد منطاوعة مدير إدارة الحوكمة والبنى المؤسسية بهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية مساك الله بالخير دكتور مساك الله بالخير ونشكركم على الاستضافة في الجهاز التلفزيون البحرين العظيم يشرف نظو العمر نسمع دائما عن الأمن السبراني ويمكن الناس تعتقد أنه شيء ذي متخصص ولأصحاب الاختصاص والعاملين في المجالات الالكترونية يعني بشكل خاص ما يمسهم في الواقع ويمس كل واحد فينا كل فرد في هذا المجتمع بل ويمس حتى الأطفال وحماية الناس يعني الحماية الأمن السبراني مهمة جدا نحن نعرفها نعرفها شنو ونعرف شلون نحمي نفسنا دعنا نتكلم عن الأمن السبراني دكتور ما هو هذا الأمن السبراني؟ ما هو المقصود فيه؟ وشلون نحمي نفسنا؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا من كلمة الأمن نفهم أن الموضوع متعلق بالحماية كما نقول كلمة الأمن السبراني نعني فيها حماية الأفراد أو المؤسسات الموجودة أو اللي لها وجود على الفضاء السبراني والفضاء السبراني يعني يشمل محطات عدة يشمل مثلا الإنترنت يشمل حتى الأجهزة الإلكترونية الموبايلات الأجهزة الذكية فهذه كلها تكون كلها الفضاء السبراني فاليوم طبعا عندنا كم هائل من المعلومات يتم تبادلها من خلال الفضاء السبراني وعندنا كذلك أنشطة تجارية تصير من خلال الفضاء السبراني فكل هذه محتاجة إلى أسس حماية اليوم أي مبدأ الأمن السبراني عساس يضع كل الأسس اللازمة حق حماية الأفراد أو حماية المؤسسات أثناء تواجدها على الفضاء السبراني وهذا ما نعني فيه في الأمن السبراني يعني كل شخص عنده جهاز ذكي أو جهاز ألكتروني يتواصل مع الانترنت هو يجب أن يعرف شنو الأمن السبراني وكيف يحمي نفسه من الأمن السبراني إذن شلو هي المخاطر يعني علينا كأفراد في البداية نعم شلون ممكن نتعرض لمخاطر يعني اختراق الأمن السبراني للأفراد تحتك نعم هو غالبا طبعا الطرف اللي يحاول يخترق معلوماتك أو اللي يحاول يضرك من خلال الفضاء السبراني دائما يحاول يوصل حق معلوماتك وفيه نواية عدة حق سبب رغبته في الوصول حق هذه المعلومات هو احتمال يبي يوصل حق معلوماتك عشان يغيرها احتمال يوصل حق معلوماتك هذه عساس يمحيها نحن نقول أو يسوي الهدليت احتمال يبي يوصل على حق معلوماتك عشان يأخذها ويبتزك نزين ففيه أنواع عدة حق نقول أعداء الأمن السبراني يعني على سبيل المثال احنا تسمعون عن كلمة الهاكرز والهاكرز دائما يحاول الدخول على بياناتك أو بيانات المؤسسة بدون أنت ما تعرف بينما في طرف ثاني كذلك اللي هم المبتزين وهو ممكن حتى يدخل ويأخذ بياناتك بس هو يبيك أنت تعرف أنه أخذ بياناتك لأنه عساس يبتدي معاك الإجراءات لابتزاز هو يتواصل معاك يتواصل معاك يتواصل معاك يتواصل معاك يخبرك ترى أنا اخترقت حسابك وهي نسمع وائد فيه يمكن في السوشال نتورك وشبكات التواصل الاجتماعي فيه أشخاص مثلا ينتحلون شخصيات ونسمع كثير كذلك في شبكات التواصل الاجتماعي عن أمراء ووزراء بشخصيات وطلعوا في الشبكات وهم ما يمثلون هذين الأشخاص وهذين يعملون عمليات انتحال حق شخصيات ويبتدي يتكلم معاك كطرف مبهو الطرف الحقيقي ويمكن حتى يأخذ منك معلومة أو حتى يطلب منك طلب وانت ما تدري ويمكن عن حسن نية من الناس تتعامل معاك بطريقة سليمة ويمكن في النهاية أو يعرض مساعدات في مقابل خدمات وغير هذا ونسمع كثير عن تحويلات بنكية صارت حق أشخاص يعني عطفا عليهم في النهاية في نهاية المطاف اكتشفوا من نهاية الأشخاص مبهوما أشخاص محدود يطلب مساعدات أو يعني يفهم الآخر أنه ممكن يقدم لمساعدات نعم انتحال شخصيات عامة أو أمراء أو يعني كل هذه أو حتى مثلا يطلب منك تدخل مثلا في عملية تبرع أو في جائزة أو شيء من ذلك أو فست أو فست بشيء بس حول مبلغ بسيط بطب عشان انطرش لك الجائزة مثلا ففي أنواع هذين المنتحلين هذين المنتحلين هذين المنتحلين الشخصيات الهاكرز أما يدش يغير معلوماتك نعم وأحيانا في هاكرز يغيرون معلومات فقط يعني حتى هو لم يستفيد منك شيء صح لكن في هاكرز يعني دخلوا على المؤسسات هخترقوا تحويلات بنكية وما إلى ذلك وفي سلام كلا يعني البرامج أيضا في برامج خبيثة نعم هذه أيضا يجب حماية الأمن السبراني لكل فرد من خلال طبعا رح نتكلم عن المؤسسات لكن الأفراد لأن المؤسسات أصلا عندها خبراء وتقوم بهذا الدور الناس اللي هي ما تركز ولي في هذا الموضوع البرامج الخبيثة شلو ممكن الحماية نحن لما طبعا نتكلم عن البرامج الخبيثة فهي تشمل الفيروسات وهي تشمل البرامج المشبوهة اللي احنا أحيانا نسميه تروجين كمصطلح أو ميل ويرز هذه البرامج الخبيثة أحيانا تنزل على جهازك وهذه أخطر شيء وانت ما تعرف عنها تدخل لموقع معين أو تيك رسالة تفتحها وانت ما تدري وانت ما تدري وتنزل على جهازك وانت ما تدري وانت تمارس على جهازك سواء كان هاتفك الذكي أو جهازك مثلا الشخصي تمارس عليه أنشطك الاعتيادية وانت ما تدري تدخل مثلا تأدي بعض التحويلات البنكية ترفع مثلا صور لك شخصية أو حق عويلتك هذه شيء طبيعي كل يوم لواحد يسوي هذه الشيء لكن وجود هذه البرامج في جهازك كنت ما تدري ترصدك تأخذ أحيانا نسخ من الملفات مالتك أحيانا تمسح بعض الملفات الخاصة فيك تقفل بعض الملفات بحيث أن أنت ما تستطيع الدخول عليها إلا إذا أهو عطاك التصريح وأنه يبتدي يبتزك فإحنا عشان جدي دائما ننصح لفرد أول شيء يا جماعة كلمة المرور صعب كلمة المرور وائد من الناس يسهلون هذا الموضوع يقول لك مثلا أحط اسمي اسم ولدي سنة ميلادي يا جماعة ترى هذه الأشياء الآن متداولة عند هذلين الحكارز أو حتى صانعين البرامج الخبيثة أنه ممكن يفترضها أو عنده حتى برامج أنه تسوي جنرية هذا لين الباسود ويقعد يجرب يجرب لين يدخل على جهازك فهي جماعة قوة وكلمة المرور هاي ضروري جدا وحاول تغيرها بين فترة وفترة ثاني شيء لازم تركب برامج الحماية الانتيفيروس البرامج اللي تحميك من هذي البرامج الخبيثة وهذه متواجد منها شيء مجانا على الانترنت وشيء تشتري والصراحة المبالغ مالتهم مبوايد مرتفعة وجدير أن الواحد يستثمر فيها عساس يحمي جهاز برامج الحماية برامج الحماية ضروري جدا نحن نقول كذلك ثالث شيء دائما دائما تخذ نسخ احتياطية حق بياناتك لا تخليها في مكان واحد كثير مرة علينا حالات فردية يمكن حتى في مجتمعنا دخلوا على جهازك امسحوا كل شيء موجود فيه تاريخك صورك معلوماتك مسحة كلها مو عندك نسخة فنحن دائما نقول حط لك نسخة احتياطية في مثلا حطها الآن في الحسابة السحابية في الكلاب متوفرة ممكن تخليها على هارد دسك خارجي وتخليها عندك على صوب لازم تخليها نسخة احتياطية مثل عساس تقدر أنت ترجعها لما يكو حال تفقدها حال تفقدها وهذه وارد وارد لما يدخل عليك أحد أو يصيدك برنامج من البرامج الخبيثة أنه يمسح ملفاتك وهذه وارد جدا فدائما خليك نسخة احتياطية ترجع لها هذه دائما من النصايح المهمة إذن الفضاء السبراني هو الفضاء الألكتروني أي أجهزة ذكية أو حتى الألعاب حتى الألعاب لأن الألعاب اليوم تستخدم الانترنت أي شيء يستخدم الانترنت يحتاج أن يكون فيه حماية ورقابة عليه ورح ندخل بعض التفاصيل المهمة إذن الفكرة إذن أن لا تقع فريسة الخدار أي أن كان سواء بانتحال الشخصية أو أن هاكرز يستسهل الدخول لك وسرقة بياناتك وما إلى ذلك شنو المعلومات المفترض ما نعطيها لأحد يعني لو دخل عليك أحد تكلمك انتحال شخصية شفنا بعض الحالات أنه ينتحل شخصية مبعامة حتى هو شخص أنت تعرفه يتكلمك على الواتساب أنا محتاج أنا سحول لي مبلغ يكون أيضا تم اختراق الواتساب ما لعساب صحيح هذه أكثر شيوعا شنو المعلومات اللي ما نعطيها أحد طيب الحين نتكلم طبعا عن أي معلومة شخصية تصنف معلومة شخصية لا تطلب بحكم القانون حتى في البحرين بحكم قانون البيانات الشخصية أو حماية البيانات الشخصية ما تطلبها الجهة منك نزيل إلا لأسباب وأغراض واضحة فأنت اليوم أي بيانات شخصية وما تطلبها بواتساب ولا تطلبها بمسج فيه قنوات رسمية تنطلب فيه هذه البيانات الشخصية فاليوم نحن نشدد يا جماعة أي بيانات شخصية تطلب من أي جهة لا تعطى إلا لما تتأكد أن هذه الجهة جهة رسمية وفيك أنت شفت حالات كثيرة على الواتساب يطرشون حتى اللينك نفسه تحصل محور بحيث أنه يبين لك أنه قنوة رسمية بس هو مو قنوة رسمية لذلك نقول تأكد حتى من القنوة الرسمية نفسها من الوزارة أنها فعلا ارسلت هذه المسج لك وكل الوزارات والجهات الحكومية تعلن من خلال القنوات الرسمية أنه سيتم التواصل معك فنتخلك دقيق في معلوماتك الشخصية لما تقدمها حق الطرف الثاني يعني لا تتساهل في التجاوب نتقدم معلومات شخصية شفنا كثير دكتور عفوا من البنوك نعم وشركات الاتصالات وحتى بعض الوزارات والمساطات الحكومية أعلنت مرارا عفوا بأنها لا تطلب معلومات شخصية عن طريق واتساب أو عن طريق مسج يصلك فكن حذر صح من نفسك ولا تحسن النية وكثير من الأشخاص من شخص ما يعرفه عمره في حياته ما تواصل معه طالب منه اسمه وحيانا الناس تستسهل تقول الاسم موجود ترى الهكرز ممكن من خلال الاسم يفك شفرة الباسورد مالتك لأنك أنت يمكن تستخدم جزء من اسمك في الباسورد فنحن نقول كن حذر في تقديم أي معلومة شخصية لأنه أنت ما تعفل غر الطرف الثاني بيستخدمها في أي قرض فدائما لا تتحسن النية أو الغريبين اللي أنت ما تواصلت معهم من قبل أي بريد الكتروني مشبوه لا تفتحه أي شيء اتتشمنت أو ملف مع هذه البريد الكتروني لا تنزله إلا أنك ترجع حق السلطات المختصة وتتأكد أنه فعلا بشكل رسمي من جهة رسمية ومسموح لك أنه أنت تفتحها من ضمن المسائل المطروقة بشدة في مسألة الأمن السبراني وهو حماية الأطفال نعم ربما من الاستغلال الجنسي أو ربما من حتى تسخيرهم غسيل مخ إرهاب وما إلى ذلك ويمكن حتى في اللجنة الوزارية تم التطرق لهذا وهو حماية الأطفال نعم صحيح اليوم شنو المخاطر اللي يتعرض لها الطفل لأنه شفنا أنه في بعض اللعاب الألكترونية حتى مو عن طريق الجهاز الدكي كتليفون أو آيباد أو شيء شذي من خلال اللعبة هو يتكلم مع ناس أو يطرش مسيجات حق ناس ويطرشون له مسيجات يمكن من دول ثانية من قارات ثانية نحن لا نعلم هل الطفل الثاني اللي يلعب معه أم واحد عود في السن قاعد يستغله صح ويعني وشفنا بعض الألعاب مثل الحوت لازرق نعم اللي اطلعت في 2017 وما زرت مستمر أنا مستغل بشلون صح رغم ثلاث سنوات ما زرت مستمر ونسمع بعض الأطفال اللي أقدموا على الانتحار بسبتها صح أو حتى جرحوا نفسهم أو تعرضوا الخطر كيف تتم حماية الطفل سواء من خلال الدول أو حتى واجب الوالدين والمساة التعليمية نعم هي طبعا هي تأخذ يعني خلنا نقول مراحل كثيرة يعني نحن دائما نقول موضوع الأمن بشكل عام هي مسئولية مشتركة ولازم الأفراد حتى ما يحطون في بالهم أن هذه فقط مسئولية الحكومة أو مسئولية البلد أو مسئولية جهة معينة لا هي مسئولية مشتركة يعني اليوم أنت تبتدي من داخل البيت أنزين اتوعي اليوم أطفالك الطفل لازم يفهم أنزين أنه ما يفتح قناة دردشة أو قناة مخاطبة مع أي طرف قريب في اللعبة اليوم نفس ما تفضلت يعني لعبة الحوت الأزرق أو ألعاب كثيرة كلها تحتوي على برامج دردشة وللأسف يعني هذه البرامج دردشة متاحة وصعب أنك أنت تقول حق صانعين الألعاب سيطروا عليها لأنه هو أصيوسا ما يفهم حتى منه المستخدم أو شن هو عينة المستخدم فأحنا اليوم نقول أنزين الطفل لازم لا يتعامل مع أطراف غريبة على سبيل نلزم على أطفالنا ولمدارسة تلزم كذلك وزيد الوعي أنه لا تكلم طرف غريب أنزين لا تفتح معك حتى لو كان هذا نحن نقول مثلا يكلمك بلطف أو يكلمك في البن لأنه دائما عملية البولينغ هذه سحب الأطفال ما تبتدي يعني ما في شخص يفتح معك يقول لك مثلا رح نقوم بعمل جنسية ورح مثلا نطلب منك شيئا دائما تدرج صحيح فأنت تحصل يكسبون ثقة الطفل في البداية نعم ويمكن حتى أنت تتفاجئ أحيانا أن الطرف الثاني يعرف معلومات شخصية عن الطفل نفسه من خلال مثلا السوشال نتورك يكون داخل مثلا على السوشال نتورك مال أبوه أو مال أحد ولينا وعارف مثلا أن هذا عمره كام وأي مدرسة يروح وين يدرس فالطفل يتفاجئ يقول لك أنا صديق أبوك وأنا عارف أنك تروح للمدرسة الفلانية حتى لو أعطاك هذه المعلومات أنت كطفل اليوم نزيل لازم نوعي أطفالنا أن أنا مرض علي ما أكلم ما أفتح نحن نحاول قد ما نقدر في تصميم البرامج حتى برامج الألعاب أن الأطفال اللي مثلا أعمارهم أقل من 15 سنة ما نفتح لهم هذه الفيشار فالطفل يروح يحط عمره 16 عمره 18 ما فيه كنترول موجود أنه الشيء اليوم الأطفال يعرفون كل شيء يعرفون كل شيء في الأجهزة الذكية ويمكن أكثر منه أكثر منه نعم صح فشلون نحميهم دكتور يعني هل يجب أن يكون فيه رقابة من الأباء بحيث مثلا أن هل فيه مثلا بعض الأبليكيشن أو بعض الأنظمة التي تحمي أجهزة الأطفال تراقب أجهزة الأطفال تربط أجهزتهم الذكية بأجهزة أولياء أمورهم يعني هل فيه شيء من هالأمور ممكن لأولياء الأمور أيضا لأنك مقاعد مع الطفل طول الوقت هو ميوض الجهاز طول الوقت أنت تداوم أنت يعني عندك أمور ثانية تقضيها ففترة الغياب هذي شلون تتطمن أن طفلك ما قاعد يستغل عندك طبعا أول شيء فيه برامج كثيرة تعطي أولياء الأمور التحكم الكامل على جهاز الطفل عدد الساعات في كل برنامج أنزين تقدر تتحكم كذلك إذا هو مثلا وكثير من الأطفال الآن يستخدمون اليوتيوب طالعوا فيديوهات تقدر تتحكم كذلك نوعية الفيديوهات اللي يطالعها وشنه ممكن يسوي حتى عليه بحث في محركات البحث نفس جوجل يعني حتى لو سمح الله في طفل مثلا لحط كلمة بذيئة أو كلمة شاسم حول يبحث عليها البرنامج ذي منعه هذه البرامج موجودة ومجانية في كل الأجهزة هذه التطبيقات متاحة تدش على يعني واحد من الأجهزة المعروفة نعم وطلبها وطلبها نعم ونزلها عندك ونزلها في جهاز طفلك وخلت واصل دائم يعني يعني في البيت اليوم أنا مثلا عندي حتى بعد ما أرجع مثلا أقدر أفتح هذه التطبيق وأشوف طفلي دخل على أي برامج وشنه شاف وكم ساعة في كل برنامج وممكن حتى أحدد للساعات يعني مثلا أنت اليوم لعبة أنت عندك مثلا تقول في البيت أنا أبي طفلي ألعب أكثر من ساعتين من زين حط لها ساعتين لتفتح له المجال وإحنا دائما نقول في ذي البرامج فيها كثير من الريستركشن والليميتيشن اللي ممكن نحطها على الطفل وإحنا ننصح دائما أن تحط هذه تفعلها حساس تحمي طفلك حتى لو الطفل أحيانا تحسي يقول لك أنا بيألعب أكثر وذي لا لكن لا تعطي ذي هو بيقاوم الطفل طبعا بيعاند وبيقاوم هذه موجودة في الأطفال هذه مسؤولية علينا ولازم نأخذ هذه المسؤولية ولازم نتقف روحنا في الأمور دكتور لأنه في كثير هو يعتقد لما يشتري بس الجهاز هو سوى اللي عليه صح اشترى حق البلايستيشن او اشترى حق ولده الآيباد هو سوى اللي عليه ما خلف خاطر شيء لكن دورك يبتدي من هنا صح الشراء سهل مسالة الرقابة والحفاظ على طفلك وأمنة وسرامته هو الأهم ونقطة بعد النزم عليها أخوي نحن دائما نقول طبعا لا يستحي الواحد بلغ اليوم انت طفلك وقع مثلا في مشكلة في ناس مثلا يحب يتستر تعرف على الموضوع رفعوا الموضوع حق السلطات المختصة لأن اليوم انت متبل المشكلة تكبر في المجتمع نفس ما صار نفس ما تفضلت في موضوع لعبة الحوت الأزراك يعني انت اليوم إذا هذه عساس السلطات المختصة تأخذ الإجراءات بعد فانت بلغ أو إذا مثلا حسيت أحد من جيرانك أو أصدقائك حاول مثلا أن يمارس مثلا أشياء إلكترونية مثلا مع أطفال بلغ عساس تأخذ السلطات المختصة الإجراءات اللازمة حق هذا وفي سلطات مختصة تتابع هذه الأشياء يعني الآن حمايتنا يعني من خلال الفضاء الإلكتروني أو الأمن السبراني نحن نتزم بعض الأشياء أن نحمي أجهزتنا أن نحن نكون غير يعني مو بسهولة نخدع يعني أي شخص ينتحل شخصية أو يحاول يدخل عليك أو يطلب منك لازم تكون واعي وذكي وفاهم أن العالم ليس بهذه البراءة وأن هذه يمكن أننا مجتمعاتنا مو منتشر فيها مسألة الخداع بهالكثر يعني النصب والاحتيال مو بثقافة عامة عندنا نحن مو مجتمعات يعني مثالية لكن مو شيء سائد لكن ثقافتنا ثقافة حماية أنفسنا يجب أن تكون موجودة الآن وتسود لأن الفضان الكتروني مثل ما ضي يعني قلص المسافات وألغى الحدود جغرافية من سلبيات صح أن نشر مثل هذه الجرائم يمكن ينتحل الشخصية أو يتكلم معاك في قارة ثانية الهكرز يدخل عليك أو يطلب معلوماتك الشخصية يعني لو بتسافر له يجب لك عشر ساعات لكنه في ثواني يقدر ينتحل الشخصية فهذه الثقافة مطلوبة تكون موجودة نعم طبعا من كلنا أكيد لازم لكل يثقف روحه ويقرأ في هذه المجال لأن بعد نفس ما العلم يتطور في هذه المجال الطرف الآخر ترى قاعد يطور روحه وينظم روحه أكثر ويعد هجمات حتى ويحدد كذلك شنه الأشخاص اللي هم ضعاف في هذه المجال بحث أني أنا هاجم شنه الدول اللي عندهم ثقافة قال فنحنا محتاجين أنتقف روحنا نفس ما تفضلت في هذه المجال مو بس نشتري الأجهزة لا نستخدم نغيرها نغيرها كل ما ينزل الموديل يدي لكن ما نحمل دكتور دائما يعني كنا نسمع مقولة تقول أنت إذا كنت أونلاين أنت ما تريد تحمي نفسك مياه بالمياه أنت إذا كنت في مكان في واي فاي فمعلوماتك متاحة يعني لكل من يلي خبرة ولو بسيطة من الهاكرز هاكرز مبتدئة ممكن يدخل في الناس تقول أو المختصين يقول أي معلومة أي صورة أي داتة شخصية مهمة ما تبيها تصل للآخرين لا تحطها في جهازك هل هذا كلام صحيح؟ نعم نحن نقول الآن أنا بعكس كلامك بقول نحن اليوم إذا تبي أنت حماية مئة في المئة حق جهازك اقطع روحك اقطع روحك من شنو؟ من التواصل من التواصل نزيل لأن أنت الخوف وهذه مستحيل وهذه مستحيل نعم يعني أنت اليوم جرب وقف خدمة مثلا الانترنت أو الواي فاي عندك مثلا في البيت تلاحظ حتى الناس يعني اللي في البيت تصيدهم حالة نفس لأن خلاص تعودوا على التواصل هذه مع المجتمع فاليوم صعب أنك تقطع نفسك أنت لازم تكون متواجد نزيل بس لازم تحمي نفسك بكل السبل المتاحة وإحنا دائما نتكلم عن نقطة الوعي أنه لازم أنت تتقف نفسك وتوعي نفسك أنزيل شنه بالضبط المخاطر الموجودة قبل لا تبتلي أنت تدخل يعني مثلا على سبيل المثال أنزيل أنت اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي أنزيل فيه احنا نقول صج نقول قو كلمة المرور بس بعد نقول قو كلمة المرور وفعل التحقق الثنائي اللي هو اللي هو اليوم أنت إذا إذا دخل كلمة المرور أنزيل ممكن يوصلك طلب على جهازك يقول لك ترى في محاولة الدخول على حسابك هل تصرحها ولا لا قد تكون أنت من جهاز ثاني أو شيء صح أو قد يكون هاكرز من جهاز آخر فاليوم أنت تعرف أن ترى واحد عارف كلمة المرور منك حاول يدخل فأنت تقدر تتسكر هذي تقول لا عدم السمح فهو ما يقدر يدخل حتى لو عرف كلمة مرورة مت هو يقدر يدخل في ذي الحالة إذا فعلت تحقق الثنائي إذا أهو عرف كلمة مرورك وحصل على جهازك الشخصي وحصل على البين كود اللي دخله على جهازك الشخصي وهذه أمر صعب جدا وصلنا نحن نصعب الموضوع نحن ما نقول العملية توصل مئة في المئة بس أنت صعب الموضوع على هذه الهكر أن يوصل حق جهازك وأن يوصل حق حسابك وينتحل شخصيتك أو يغير بياناتك فعل هذه الأشياء تقف نفسك هذه الأشياء موجودة ومتاحة ويتكلمون عنها فاليوم مثلا شريحة كبيرة من المشتعة لا تعرف عن موضوع التحقق الثنائي فعلوا اليوم فهذا شيء يساعدك كثير أن أنت تحمل أنا أتمنى كل ما تكلمنا اليوم ناس تأخذ بعين الاعتبار إن شاء الله نتمنى قاعدة تزيد عمليات النصب والإحتيال والاختراق وخاصة اليوم مع التباعد الاجتماعي والناس قاعدين في البيت ترى الهكرز قاعدين في البيت ومحاولات والنصابين نشاهدهم نشاهدهم بشكل زائد في هذه الفترة مزين دكتور يعني هناك شيء نأكد عليه وأنا بأمانة أتكلم به بشكل خاص للشباب والمراقين أي صورة والبنات تحديدا أيضا أي صورة أنت ما تتمنى أن يتشوفها في يوم الأيام ما تب بها تكون في يد أحد هذه مو مكانها جهزة ذكية هذه مو بمكانها في تلفونك لأن التلفونك ما تضمن حتى يضيع ممكن ما تضمن وشفنا حالات حتى صديق أو صديقة ممكن يستغل لعدم تواجدك ويبعث حق نفسه هذه الصور وشفنا مثل الحالات هل الصور الخاصة لمتزوجين الصور الخاصة الجريئة شوي لأشخاص يجب أن لا يكون مكان هذه التلفونات أيضا مثلا بعض الناس بيانات خاصة رقم حسابة في البنك البنك كود ماله البطاقة الشخصية لأنه نسايا مثلا فهي تكتبها في تلفونه هل هذه مو مكانها لأجهزة ذكية نعم هذه طبعا هذه هذه النوع من الملفات المعلومات نسميها الحسوسة أنزين هذه لا يجب أن تتواجد على هذه الأنواع من الأجهزة أنزين لأن جهازك نفس ما تفضلت وهو عرضة لكل المخاطر الموجودة أنت تحمي نفسك وتحاول تحمي نفسك والكل يحاول يحمي نفسك وما أحد يرغب أن أن أحد يدخل على جهازه ويشوف صوار شخصية أو شيء من ذي القبيل أو يدخل حتى حالة معلومات بنكية أو معلومات شخصية خاصة هذه المعلومات مكانها مو الأجهزة الإلكترونية هذه المعلومات ممكن مثلا تنحط على مثلا قرص صلب موجود عندك هاردسك موجود عندك خارجي ممكن حتى يعني لما تحب تدخل عليه من خلال جهاز الكمبيوتر الشخصي ما لك تفصل حتى الجهاز عن الإنترنت بحيث أن أنت تضمن أن محد يدخل أثناء أنت دخولك على الهاردسك دائما حتى مع بياناتك هذه التي تحطها على الهاردسك أو تحطها على الفلاش ميموري بروحها أنا أقول دائما شفر هذه البيانات شفرها وحط عليها الكلمات مرور بحيث أن أنت مدخليها متاحة لأن نفسه الجهاز يضيء هذه ترى بعد الضيء نزين فأنت دائما حاول تشفر بياناتك التي تحس أنها هي حساسة حاول تحط عليها الكلمات مرور تعرفها أنت فقط بحيث أن أنت تضمن أن حتى لو سمح الله ضاعت أو أو وصل شخص أنت ما ترغب أن يوصل لها نزين ما يقدر يدخل عليها احمي نفسك لأن الجانب الإلكتروني نزين اللجنة الوزارية الحكومية يعني الحكومة الألكترونية في دول مجلس التعاون هل تتناول مثل هذه المواضيع دكتور أم هي فقط تختص لي يعني تطوير البرمجيات الألكترونية يعني بين دول مجلس التعاون تطوير الخدمات الألكترونية نحن في البحرين الحمد لله سباقين جدا في هذا المجال على مستوى العالم وليس فقط على مستوى الخليج يعني أنتم في مثل هذه الاجتماعات اللجان الحكومية الألكترونية ما الذي يدور بينكم؟ والاجتماع الأخير مثلاً كمثال نعم نحن طبعاً اللجنة الوزارية للحكومة الألكترونية واللجنة التنفيذية كذلك للحكومة الألكترونية يعني من أهم محاورها التي تناقشها موضوع الأمن الأمن السبراني بل هناك لجن للأفراد أم للمؤسسات للأفراد والمؤسسات تعني بالأفراد والمؤسسات لأننا اليوم لا ننظر فقط حق المؤسسات ننظر حتى حق مواطني دول مجلس التعاون والمقيمين في دول مجلس التعاون وشون توفر لهم الحماية اللازمة اليوم هذه اللجنة الوزارية عندها فرق تعمل تحتها في فرق خاص بالاستجابة لطوارئ الحاسبات في فرق حق الأمن السبراني في فرق كثيرة تعمل تحتها تطلع بسياسات بمبادرات نفس ما تم في هذه الاجتماع تدشين منصة على تحليل البرامج الخبيثة منصة خليجية على مستوى خليجي كانت مبادرة من أحد الفرق قادمة ورفعوها حق اللجنة الوزارية وتم إقرارها وتم العمل عليها وتم تدشينها في آخر اجتماع هذه طبعا بتساعد المؤسسات الحكومية أنها تحلل هذه البرامج الخبيثة وتعرف هل هذه البرامج أو الملفات المشبوهة فيها برامج خبيثة والله ما فيها برامج خبيثة قبل لا تسمح لها بالدخول إلى شبكاتها والتأثير على الأشخاص أو على الشركات حتى فاليوم الآن السبراني يأخذ جزء من عملها كذلك هناك نظرة حق الخدمات إلكترونية لأنها من صميم عملها كلجنة وزارية مسؤولة عن الحكومة الإلكترونية تنظر كذلك خدمات الإلكترونية خاصة مع الحوكمة السحابية يعني هذه تحدي جديدة كبير أيضا طبعا تحدي كبير لنا فبالنسبة لنا هذه يمكن أحد فرصة الرئيسية طبعا هي نقطة مهمة يعني بالنسبة لنا الآن يعني الخدمات الإلكترونية أن تكون مشتركة بين دول مجلس التعاون بحيث أن أي مواطن من أي دولة يقدر يدخل على مثلا الخدمات المتعلقة بالأنشطات التجارية أو أي خدمات ثانية يستفيد منها من دولة أخرى نزيل تسهل عملية التجارة أو تسهل عملية تبادل المعلومات بين هذه الدول فاليوم نركز كذلك بهذه اللجنة على موضوع الخدمات الإلكترونية بالإضافة إلى موضوع الأمس هي يجب أن تكون موجودة ميسرة وسهلة ولكن آمنة في نفس الله آمنة في نفس الله أيضا تم التطرق في هذا الاجتماع عن شيء من تتكلمنا عنه وحماية الأطفال وأيضا تمكين المرأة من الأمن السبراني وما إلى ذلك شنو أهم يعني الإنجازات التي تحققت لهذه اللجنة لأن دول المجلس تعاون تعمل بشكل مشترك طبعا لكل دولة خطتها وإنجازاتها الخاصة ولكن هناك أيضا عمل خليجي متكامل صحيح نعم طبعا يمكن أهم إنجاز قامت في اللجنة الوزارية أنه اتفقت على إطلاق استراتيجية للحكومة الإلكترونية الخليجية على مستوى خليجي وضعت خلالها طبعا عديد من المبادرات المتعلقة بالبنية التحتية الأمن السبراني حوكمة البيانات وكثير من المبادرات اللي بيستفيد إن شاء الله منها جميع مواطني دول مجلس التعاون كذلك تم تأسيس شبكة إلكترونية تربط كل دول مجلس التعاون هذه الشبكة طبعا بتساعد على إطلاق خدمات إلكترونية مشتركة في المستقبل بحيث أن ممكن تبادل المعلومات خلال هذه الشبكة الأمنة بدل ما نحن نستخدم مثلا شبكة الإنترنت اللي هي شبكة مفتوحة تم إنشاء شبكة خاصة تربط كل الدول مع بعض وممكن عن طريقة تبادل المعلومات والبيانات كذلك نتكلم اليوم عن إطلاق منصة البرامج الخبيثة كذلك سبق في اجتمع آخر وتم تدشين كذلك منصة خاصة بالعناوين العناوين الإنترنت المشبوهة مثلا هذه المنصة طبعا كذلك هي منصة خليجية لتحليل العناوين المشبوهة ويستفيد منها كل دول مجلس التعاون فاليوم فيه عمل مشترك من دول مجلس التعاون هو عمل مكمل حق ما تقوم به الحكومات الإلكترونية داخل دولنا في مجلس التعاون وأعتقد هذه التكامل وهو من أهداف يعني مجلس التعاون نفسه وهو شيء يعزز التعاون والتكامل بين هذه الدول نعم الاجتماع أيضا تطرق إلى الدروس المستفادة نعم من تعاطي الدول مع جائحة كورونا الإلكترونية يمكن الأوضاع اللي خلقتها جائحة كورونا على مستوى العالم سرعت كثير من الأمور الخاصة بالحكومة الإلكترونية نحن والله الحمس البحرين متميزين ومتطورين كثير ويمكن نكرر هذا الكلام كثير لأن الإنجازات العالمية تتكرر بشكل دوري يعني ما يطوف ثلاثة أربعة شهور لنسمع الإنجاز بحريني في هذا المجال لكن أيضا هي سرعت خطط كان من المفترض أن تتحقق بعد خمس سنوات أو حتى في عشرين ثلاثين وما إلى ذلك صارت واقع اليوم وأثبتت الدول اللي جاهزة أو اللي عندها الاستعدادات والبنية التحتية الألكترونية أنها كانت تعاطيها مع الجائحة والتقليل من آثارها أكبر بشكل كبير كيف تناول الاجتماع طبعا في اللجنة الوزارية يمكن من أهم مهدف موضوع تبادل الخبرات وتبادل التجارب فاليوم طبعا في اللجنة الوزارية تم مناقشة كل الإنجازات التي صارت في دول مجلس التعاون والتي كانت طبعا إجراءات اتخذتها هذه الدول للتصدي طبعا لجائحة كورونا وضمان كذلك استمرارية العمل في كثير من الجهات الحكومية دون التأثير على العمل الحكومي فاليوم أخذنا هذه التقرير طبعا وتم مناقشته وكذلك كان في توصية من اللجنة الوزارية أن تضع الحكومات داخل دول مجلس التعاون الحكومات الإلكترونية تضع التوجه المستقبلي لما بعد الجواحة يعني اليوم نحن نتكلم عن التعلم عن بعد نتكلم عن العمل عن بعد التقاضي عن بعد التقاضي عن بعد نعم فاليوم عندنا حتى الاستشارات الطبية عن بعد فاليوم عندنا نحن مكسب وهذه البحرين الحقيقة يعني كسبت الرهان فيه طبعا كبير على مستوى العالم مكسب كبير ونحن نحتاجين الآن ننظر ما بعد جائحة كورونا كيف راح نصمم المنظومة الإلكترونية داخل هذه الدول بحيث أن هي تستمر في هذه المقاسب يعني اليوم نحن نعتمد على التعلم والعمل عن بعد والتغاضي عن بعد والتعالج عن بعد أنزين هذه الأشياء لازم الآن توضع لها استراتيجيات واضحة مبادرات واضحة حتى تدعمها وتضمن استمراريات وتضمن كذلك مكاسب أكثر من وراءها فهذه كان أحد توصيات اللجنة هل في توصيات أخرى أو مشاريع مستقبلية ومشتركة طبعا كان أحد كذلك التوصيات التي وجهت فيها اللجنة هي موضوع طبعا الشراء الموحد نحن اليوم طبعا كل دول المجلس التعامن قاعدة تنظر في خفض نفقات التشغيلية ولا أسباب عدة منها جائحة كورونا وما قبل كذلك جائحة كورونا لكن طبعا العالم يتوجه للتكتلات بالضبط والتكتل الخليجي تكتل مشهود لنا تكتل قوي وفي استمرارية كبيرة وفي استفادة منه كبيرة وأسوة كذلك بالشراء الأدوية المشتركة نظرات اللجنة أنه موضوع الشراء الموحد للبرمجيات والعتاد والتفاوض كذلك مع الشركات الكبيرة نظر بحيث أن يكون هناك فريق تفاوض وشراء موحد بين كل دول المجلس التعامن يمثلها بحيث أن نحصل مكاصب أكثر نخفض حتى تكلفتنا التشغيلية في التراخيص وفي العتاد وفي الشراء نظر بحيث أن يكون فيه جهود مشتركة وهذه إن شاء الله الفريق بدأ إن شاء الله عمله من الأسبوع الإطاف وإن شاء الله نرى نتائج طائبة له بإذن الله دكتور خالد المطاوعة مدير إدارة الحوكمة والبنى المؤسسية بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية شكرا لك حضورك سعيد بما قدمت لنا ولمشاهدين من معلومات مهمة وقيمة إن شاء الله كلنا نستويج بنا شكرا جزيلا شكرا لكم شكرا على الاستضافة شكرا لك دكتور شارك لنا كما أشكركم على المتابعة مشاهدين الكرام أترككم في حفظ الله ورعايته وإلى الله شكرا لكم